هلو هلو زيكم يا اميراتي امارات وحشتوني جدا جدا يارب النهاردة تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد للسيدة الاسبانية اللي احنا حبيناها وحبينا الدكورات بتاعتها والتغيرات البسيطة اللي بتعملها وستايل بيتها اللي قد ايه بسيط قوي لكن مميز جدا جدا نهاردة هنشوف معاها افكار جديدة ودكورات جديدة وبعض التغيرات كمان كلها هنعيشها مع بعض يارب الفيديو يعجبكم بس اكيد لازم في اول الفيديو اشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة وحبا منكم دعوة حلوة لاحلى اي عطور حساسة حبيبتي الغالية اللي دايما منوراني يا ربي بارك في صحيتك ويرزقك العافية دايما وكمان احلى خديجة انا اللي بشكرك على كلامك الجميل لقلبي يا ربي دايما كده عند حصن ظنك واحلى سوس وطبعا احلى سلوة اختي الغالية وحبيبتي اللي بتمنى تكتبيه لي اسمك بشكرك جدا على كلامك الجميل يا ربي دايما عند حصن ظنك وشرف ليه وبودك معايا طبعا وكمان احلى جيهان من ازربيجان من ورق التانية كلها بشكركم جدا يا احلى اميرات على تعليقاتكم على تشجيعكم على دعمكم وكلامكم الحلو وبتمنى دايما كده اكون عند حصن ظنكم بالحاجة اللي تعجبكم وتفيدكم فاستنى لايكاتكم النهاردة وتعليقاتكم الجميلة على الفيديو الممتع اللي تعالوا نبدأوا كده مع بعض اول حاجة بتغييراتها ليه الحمام بدأت اول حاجة ان هي تستغنى عن البنيو اللي موجود عندها واعتقد يعني احنا ممكن كلنا نستغنى عنه بكل سهولة ليه الفكرة الجميلة اللي هي بدأت تعملها والتغيير الحلوة بتاعها اولا هي شالت البنيو خالص وهنشوف عملت ايه مكانه وكمان بدأت ان هي تشيل ورق الحائط اللي موجود في الحمام وتغيره لألوان تانية باللون الاسود بحيث ان يكون عندها ستايل الحمام كله لون واحد خصوصا ان هي عملت مكان البنيو ده زي كابينا كده ليه الشوار بس بستايل حلو قوي اللي هو الباب اللي على اليمين ده بس اجعملته باللون الاسود حابت ان هي تخلي ورق الحائط كمان يبقى لايق معي فورق الحائط من الحاجات اللذيذة اللي بتبقى سهلة ان انت تشيليها وتغيريها كل شوية بس طبعا لازم خامات كويسة خصوصا في الحمام وكمان لو هتستخدميه طبعا في حاجات في البيت يبقى الاطفال تحافظ عليه برضو ما يتخربش ويتقطع وكده فبيدي شكل حلو وبيبقى من التغييرات البسيطة اللي نقدر نحنا نجددها على طول كمان برضو الحتة المميزة عندها في الحمام بتاعها الكورنر اللي بدأت تحطي فيه الغسالة وادوات التنظيف بتاعتها في المكان الباب الجرار الخشبي ده اللي يقدر ان هي تقفله فيفصل الحمام عن المكان الخاص ده شوفوا ده مكان بقى الشوار الجديد اللي عملته ببديل الرخام كمان كان شكله حلو جدا جدا واستغنت عن البنيو اللي ممكن يكون اخذ مكانه ومش بتستغله بطريقة نحط يقعد بقى ويستمتع بالشوار بتاعه فيه لأ خلص كله بياخد الشوار وبيجري يلحق اللي وراه فبتبقى برضو حاجة لذيذة ان هي التجديد اللي هي عملته خصوصا مع الستايل بتاع الالوان وبتاع الدكورات كمان اللي بدأت تضيفها واللون الاخدر بعض اللمسات والزرعة والنباتات فكان استايل الحمام بجد قد ايه حلو جدا وشيج جدا تعالوا نشوف كمان فكرة لذيذة قوي من افكار بقى استغلال المساحة وازاي نحن نقدر نلم كل حاجة بشكل يكون منظم ونستغل المكان صح بطريقة تكون افضل عندها هنا بدأت ان هي تعمل الدولاب ده لكل المنظفات بتاعتها سواء المنتجات اللي بستخدمها بالتنظيف والفوت وكمان الادوات نفسها زي ما بدأت تعمل كده الهوك الجميل اللي بنحط فيه الموب او المكانس بتاعتنا او الفورش الحاجات دي كلها بدأت ان هي تعلقها البوكسات الجميلة اللي نظمت بيها المكان وكل حاجة عليها الاسم تقدر ان هي تصنف كل الادوات بتاعتها بطريقة تكون سهلة ان هي تطلع كل حاجة بسهولة فتبقى عملية تنظيف البيت او الروتين بتاعها ما يبقاش صعب وكل حاجة تبقى متجمعها في مكان واحد فده كان طريقة التأسيم او التنظيم لسه بقى طبعا هتحط الادوات والحاجات الخاصة بيها فقدقية كان منظم جدا وحلو جدا وقدرت انها تلمي كل حاجة وتستغل المساحة بتاعتها بطريقة بجد قدقية حلو كمان برضو عندها هنا في المكان اللي هي عاملة فيه الدولاب ده مش مجرد بس ان هي حطت الدولاب كده وخلاص لقى هي شفتوا ان هي حطة زي كنبة كده مكان ممكن كمان هي تستمتع بالقعدة فيه وكمان حابت ان هي تعمل طابلوات دي زي بلكونة بس هي مقفلها فاستغلت المكان بطريقة حلوة جدا جدا التابلوات اللي هي عاملها حلو ان هي تكون موجودة عندك زي براويس كده الفريم بتاع البرواس وصور بقى انت ممكن تتبعيها ممكن تغيري كل فترة بصور مختلفة فتحس ان انت عملت شكل جديد غير التابلول ثابت اللي هو مش بيتفصل الصورة بتاعته فاعتقد ان ده بيبقى عملي اكتر ويبقى سهل جدا ان انت تغيري من الصور المختلفة تتبعي كل شوية صورة فتغيري في شكل الدكورات اللي موجودة عندك بكل سهولة كمان برضو هنا هي من عشاء بقى ورق الحائط والستيكرز والحاجات الجميلة بتاعتها كانت الاول عاملة المراية بتاعتها بالتأسيمة الجميلة بالشريط اللازق الاسود حابت ان هي تغيرها للون الابيض اعتقد ان كان الشكل حلو اكتر وكان لايق كمان مع الوان البيت الستيكرز اللي بتلزقها في كل حتة بقى زي الباب الازاز بتاع الشاور وكمان حاجات على الحيطة حاجات على الخشب بتاع الاساس نفسه تغيرات مختلفة في كل مكان من اسهل الافكار اللي تقدروا تعملوا بيها تغيير في الدكورات وفي الالوان بتاعتكم لاي حاجة موجودة عندكم تعالوا نشوف معايا كمان بعض الافكار ازاي ليفنج روم عندها ممكن ان هي تحط فيها لمسة الدكورات تكون شيك برضو واختلاف كل شوية كده في الافكار طبعا البوكس اللي هو الكتاب بيبقى بوكس فاضي بتقدر ان انتو تحطوا جواه زي الرموت كده ما هي حطته بيبقى مجرد بس ديكور مش كتاب حقيقي يعني للقراية فبتبدأ ان هي تحط حاجات منهم على التربيزات او على الرفوف الكوشنز وكمان البلانكت اللي بتقدر ان هي تحطها على الكنبة بتاعتها ممكن انتو بقى تعملوها من افكار كتير مش شرط ان انت تشتري حاجة مخصوصة ممكن شال موجود عندك ممكن اشرب او طرحة ممكن بطانية صغيرة موجودة حتى لو بتاعت بيبي صغير ممكن من اي قطعة قماش موجودة عندك انت تقدري تعملي الفكرة دي ما تشتريش يعني حاجة مخصوصة لو انت حباها ممكن انت تعملي قاعدة تدوير لحاجات موجودة في البيت تعالوا نشوف معايا فكرة جديدة واكيد بقى يعني لازم تجدد حاجة في البيت هتستقدم برضو الستيكرز وتستقدم الورق اللزق علشان ان هي تجدد من الاساس دي كانت مكتبة شفناها اللي هي باللون الابيض بدأت ان هي تجيب زي قطع خشبية وتحط عليها اللزق او الستيكر بتاعها عملته برضو باللون الخشبي كده وبدأت طبعا ان هي تعمل كمان تعلي المكتبة بتاعتها دي او الدولاب ده بمجموعة من الرجول علشان ترفعها عن الارض شوية جابتها برضو باللون الخشبي وبدأت ان هي تركبها فيها والوحدات الخشبية اللي هي حطت عليها الستيكر دي شوفوا ان هي حطتها في الظهر كده من ورا في الخلفية مش لكل المربعات اللي موجودة في المكتبة لكتعة معينة بحيث ان هي تدي شكل مختلف وتدي لون مع طبعا الرجول الخشبية مع البوكسات والحاجات اللي باللون الخشبي فتحسوا ان المكان كله بقى متناسق مع بعضه مع اللون الابيض فدي الكتعة اللي هي عملتها واللي بدأت تحطها في الخلفية لبعض الرفوف من ضمن كمان الافكار اللذيذة اوي اساعة احنا بنستخدم اضاءات كده خفيفة في في البيت زي مثلا وقت بالليل او وقت انه بنحب ان احنا ننور حاجة تكون خفيفة فمن ضمن الحاجات اللي هادية جدا جدا اللي بدأت ان هي تعملها ان هي تحط السبوتس الصغيرة مع النباتات فكانت مديها شكل حلو جدا جدا للنبات وكمان تقدر نيت استخدمها كديكور وتستخدمها كأضاءة او زي والناس كده في البيت بالليل فبردو كانت من الافكار اللذيذة اللي احنا ممكن كمان نضيفها لاي زرع او نبات موجود عندك جوه البيت ده هنا المطبخ بتاعها ناخد كده جولة سريعة ازاي هي برضو بتعمل التنظيمات المختلفة اللي فيه استخدمها طبعا للون الابيض في كل مكان ده من الحاجات الاساسية مع اللون الخشبي اللي تعودنا نشوفه في الستايل الاسباني الحلو والشيك جدا انتو نفسكم حبيت والسيدة بكل افكارها وبتجديداتها كنتوا دايما بتطلبوا آآ فيديوهات ليها فحبيت ان انا انزل لكم الافكار الجديدة والتغييرات ده هنا كمان الكوفي كورنور بتاعها يعني كل مكان عندها قد ايه منظم وقد ايه حلو البيت كله هادي بالوان هادية والديكورات والافكار كمان اللي هي بتعملها قد ايه بسيطة وسهل ان احنا ممكن لو حبين تغيير ان احنا ناخد افكار منها بكل سهولة ونقدر نعملها ده هنا عندها في غرفة بناتها واللي بدأت ان هي تعمل تغيير حلو جدا زي مكتب خدت المكان اللي هما بين الدولاب للسرير عملت عليه اللي هو الرف الخشب ده ونفس الوقت هي غطت المكان بتاع المبرد او بتاع التكييف بتاعها غطته علشان ميبقاش شكله كمان ملفت فتبقى عملت شكل حلو في نفس الوقت عملت مكتب ده كده الغرفة ككل نفس الالوان البنيات مع الابيض مستيل قد ايه هادي كمان فكل تغييراتها بجد في مكانها وكل تغييراتها حلوة ده هنا كمان برضو عندها بعض لمسات كده في الحمام اللي هي تقدر تحط افكار مختلفة من المنظمات وبعض الدكورات بس كانت يعني من الحاجات اللي حاستها ان هي ممكن تكون مكانها مش مناسب زي كده البوكس بتاع المناديل بتاعت التويلت يعني ممكن ان نحن نضيف قرية بتاعت الاستخدام تكون قريبة من التويلت لكن الباقي يعني يفضل ان هي تكون مكان بعيد عشان ما يبقاش قريبة من المية وتتبهدل بس طبعا ده زقها وده اختيارها بس كان البوكس كمان المنظم بتاعي كان شكله حلو جدا السلم الخشبي اللي بدأت تحط عليه الفوطة مع النبات كده كان شكله مميز والسلم على فكرة من الافكار الحلوة جدا انت تقدر يدي فيها لاي ديكور ممكن اي كورنر موجودة عندك في البيت حابة ان انت تعمليله ممكن لو عندك حتى بواقي خشب تقدر يتجمعها مع بعض وتعملي نفس ستايل السلم ده تحط عليه ديكورات او زي مفرش او شال او كده وتحط معاق دق او نباتات برضو هيبقى شكله حلو جدا جدا ومن الحاجات كمان التريند والمختلفة لتقدر يدي فيها في اي كورنر في البيت ديك طبعا جولة سريعة كده للبيت وكمان يعني افكارها في الدكورات المختلفة اللي هي دايما بتعملها سيدة بجد قد ايه بسيطة افكارها قريبة من القلب تقدر ان هي تدينا لمسات وافكار مختلفة لحاجات كتيرة عندنا في البيت ازاي نقدر نجددها ونغير من ستايل البيت ببعض اللمسات فبتمنى يكون فيديو النهارة عجبكم من احلى اميرات واشكركم طبعا اكيد لو وصلتم معايا لحد هنا يا رب دايما كده عند حصن ظنكم تبخلوش علي بقى باللايكات الجميلة اللي انتو دايما عودتوني عليها ويتحليقاتكم اللي بتساعدوني وبتفرحوني بيها دايما واكيد اشتراكك لو لسه مشتركتيش معايا ده شرف كبير جدا جدا ليا وما تنسيش تعليقك علشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الكاي نتقابل بكرة على خير يا احلى اميرات بسايدة جديدة وبافكار جديدة بديكورات وبروتين وبكل الحاجات الممكنة اللي تخلينا ان شاء الله نعمل بيتنا يكون في احسن صورة ترديكم وتساعدكم فنتقابل بكرة على خير بسايدة جديدة ان شاء الله اشوفكم على خير وسلام